صورة اليوم من مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا التي تعرضت يوم الجمعة الماضي لقصف ساروخي استهدف محطة القطار حيث احتشد آلاف الأشخاص استعدادا للنزوح من مدينتهم وفي الصورة التي التقطها أول أمس الأحد الصحفي المصور البرغارثية لجريدة البايس الإسبانية طفلة في ربيعها العاشر تسند رأسها إلى صدر أمها ممسكة بلعبتها المفضلة في انتظار حافلة تقلهما خارج الدمار المحيط بهما حقائب وأغراض شخصية ملقاة على الأرض بطريقة عشوائية يعلوها قفص أزرق وبداخله زوج هامستر أبيضان لم تشأي الطفلة أن تتركها ما خلفها وحيدين في هذا القفص سماوي اللون الأم ناتاشا ساركيزيان تضم صغيرتها إليها وتصند ذقنها إلى رأسها وتبدو وكأنها تهمس إليها بأمر ما أكيد أنها لا تحدثها عن كعكتها المفضلة التي ستجدها في انتظارها لدى عودتها من المدرسة وأكيد أيضا أنها لا تمنيها برحلة خلال العطلة الرابعية المقبلة تبدو الصغيرة حزينة وهي تسمع كلمات أمها المطمئنة وعيدة إياها بأن كل شيء سينتهي قريبا وأنهما ستعودان إلى المنزل عما قريب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن أربعة ملايين وخمسمائة ألف شخص فروا من أوكرانيا وأن مائة وخمسة وخمسين طفلا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ترجمة نانسي قنقر